من بيروت وواشنطن سيبدأ البنك الدولي اعتبارا من الخميس التنسيق مع المسؤولين اللبنانيين من أجل إطلاق خطة مساعدة لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة السورية والتي تبناها اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك وسيغادر وزيراء المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبدء وضع الخطة موضع التنفيذ بهالاجتماعات بدوا يندرس الخطوات اللاحقة لتطبيق القرارات اللي اتخذت أو النواية الدعم اللي أبدوا عنها الدول اللي اشتركت بأول اجتماع وعدد الدول اللي أبدت عن اهتمام بمساعدة لبنان وبالاشتراك بهالعملية الدعم للتصدي لنتائج الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني في عدد من الدول كمان أبدأ عن اهتمام أن يشترك كمان بهالموضوع فهالآلية كلها بدت تتركب بهالاسبوعين ثلاثة الآدمين خطة المواجهة يحتاج تنفيذها بحسب البنك الدولي إلى وجود حكومة وإلى تعاهد لبناني بالشفافية والفعالية في خلال التنفيذ دائماً وقت يكون فيه موضوع مصاري شفافية شغلي مهمي ده الفعالية يعني ما بنا نجه المصاري وما نقدر نطبق مشاريع وننفذ برامج وهل وما جرى فانطلاء من هالنقطتين الأساسيتين الوفد بده ياخد معه آلية تتجاوب مع هالشرطين الأساسيين وبده ياخد معه كمان فكرة عن البرامج وعن المشاريع التي تحتاج إلى تمويل للسماح إلى لبنان أو الاقتصاد اللبناني إلى العودة لما كان عليه من ناحية الخدمات العامة قبل اندلاع الأزم السورية وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني كلفة هذه المشاريع قد تكون مرتفعة بفوق الخمس مليار دولار ككلفة عامة هلأ رح نقدر نجيب خمس مليار دولار هون سؤال سؤال الثاني هل يترى عايزين نحن الخمس مليار دولار يعني أنا من اللي بيعتقدون أن الاقتصاد اللبناني إذا ساعدناه بساعد حاله في الخطة أيضاً تكرار لما يشبه مؤتمرات الدعم في باريس بعدين عندك أهم شيء اللي هو الجولة على الدول المانحة لنقدر نحصل على المبالغ اللي عايزينها المعلومات تحدثت عن أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اقترح عقد مؤتمر للدول المانحة لدعم لبنان في لندن ترجمة نانسي قنقر